المجلس الموارد المائية ومعاليه لدى تفضله بتجشين مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين يسعدنا ونحن ندشن هذا المشروع وهو أحد أهم المبادرات التي يشرف عليها مجلس الموارد المائية أن نعرب عن شكرنا وامتناننا لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعم التوجهات الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة على نحو يعزز الابتكار واعتماد الحلول والممارسات الصديقة للبيئة في مختلف القطاعات الصناعية مؤكدين ما يتمتع به هذا المشروع من أهمية عالية لكونه مشروعا متكاملا لمملكة البحرين واستراتيجية بحد ذاتها على الرغم من منطلقاته التي تبحث في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال الاستفادة من المياه المصاحبة للنفط ودشن معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة في قصر الإقضبية المشروع بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين وممثلي مكتب الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا وضف معاليه يتوافق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين مع برنامج الحكومة ويتوائم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه نظرا لارتباط المشروع بشكل مباشر بثلاثة من أهداف التنمية المستدامة وهي ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع والاستهلاك والإنتاج بمسؤولية وتغير المناخ كما يرتبط هذا المشروع بشكل غير مباشر بالهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين كونه وضع معدلا لاستفادة المرأة من البرامج المدرجة ضمن المشروع وبالهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة بأسعار معقولة وخلال حفل التدشين ألقى معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع كلمتنا كد فيها على أن مملكة البحرين هي الدولة الأولى خليجية التي تستفيد من صندوق المناخ الأخضر وأن الشراكة بين الطرفين ستفتح الباب أمام سائر دول المنطقة للاستفادة من مشاريع الصندوق الأمر الذي يعكس مدى التزام القطاع النفطي البحريني بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال البيئة وتغير المناخ وقال معاليه يطلع القطاع النفطي بدور كبير في تعزيز المخزون والأمن المائي على مستوى مملكة البحرين وذلك بالنظر إلى التحديات التي يواجهها ذا القطاع جراء تغير المناخ وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وما يقابل ذلك من ارتفاع في الطلب على المياه نهيك عن الآثار المترتبة على تسرب مياه البحر المالحة إلى المياه الجوفية من جانبه ألقى سعادة السيد سامي ديماسي المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كلمة خلال الحفلة كد فيها أن تدشين المشروع جاء تتويجا لجهود مشتركة بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وقال نأمل أن تساهم نتائج هذا المشروع في إيجاد حلول يسد الفجوة بين كميات المياه المتوفرة بالتوازي مع جملة المبادرات الوطنية التي لطالما تميزت بها مملكة البحرين جاء تدشين مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية لقطاع المياه في مملكة البحرين ليؤكد ما تنتهجه المملكة من نهج بناء في التعاون مع المنظمات الأممية والدولية بهدف تعزيز الأمن المائي للمملكة مياه اليوم تشكل عامل أساسي في التنمية وهي من ضمن محاور برنامج الحكومة أما صندوق المناخ الأخضر فهو صندوق منبعث من الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ واتفاقية باريس لتغيير المناخ التي البحرين جزء منها الصندوق اليوم استطعنا استقطابه للبدء في مجموعة من البرامج خصوصا فيما يخص مجال المياه ومعالجة الانخفاض الحاصل في المياه الجوفية وكيف التعامل مع تأثير التغيير المناخ والارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع من سوب المياه المالحة كل هذه برامج طبعا جميع الهيئات والوزارات تجتمع فيها من المجلس على البيئة وزارة الأشغال وزارة الكهرباء والماء وهيئة الوطنية للنفط والغاز وتنضوي تحت المجلس الموارد المائية اليوم طبعا استراتيجية المجلس تم تقديمها لسيدي سمو ولي العهد وهذا البرنامج جاءت يضم هذه الاستراتيجية ان شاء الله الطموحة التي تسعى إلى استدامة الموارد المائية في الوحرين مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية قامت عليه سواعد منتسبي الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر بإشراف من مجلس الموارد المائية في المملكة فبات مشروع هادف وبناء يسعى لإيجاد حلول مبتكرة صديقة للبيئة ويضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال المشروع يتركز حول كيفية تنظيف مياه النفط واستخدامها في استخدامات ثانية خصوصا في موضوع الزراعة وبدعم من الصندوق الأخضر لتغير المناخ صراحة كان هناك جهد جبار بين الإخوان في وزارة النفط وبين المجلس العلاء للبيئة للحصول على الدعم من الصندوق الأخضر لتنفيذ هذا المشروع صندوق تغير المناخ أول مرة في تاريخها يدعم دولة تنتج نفط لمشروع معين وهو مشروع اليوم تحسين جودة المياه الخارجة من النفط هذا المشروع الهادف يتوائم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه وذلك نظرا لارتباط المشروع بشكل مباشر بثلاثة من أهداف التنمية المستدامة ويعكس كذلك التزام القطاع النفطي البحريني بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال البيئة وتغير المناخ المياه والطاقة محوران أساسيان للتنمية المستدامة للشعوب وما يدور في أفاقها من مشاريع حضرية وتنموية واستراتيجية هامة يأتي مشروع تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في مملكة البحرين ليؤكد سعي المملكة الدائمة لتطوير هذا المجال ورفضه إلى أعلى المستويات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين 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 تلفزيون البحرين